اشتركوا في القناة وستعملوا أوراقها دون جثورية فيما استخرج السكر الأبيض منها للمرة الأولى في القرن السابع عشر لمحة عن هذه النبتة ذات المنافع الصحية الهمة يحفل الشماندر بتسعين في الماء من وزنه بالماء وخمسة في الماء من الأليف فضلا عن الأملاحة المعدنية المتعددة كالبوتاسيوم والكاليسيوم والفسهور والحديد والنحيس وعلى الرقم من يحتوي على خمسة في الماء من وزنه مواد سكرية إلا أنه لا يعد غنيا بالسعرات الحرارية فكل ما يضغره من الشماندر توعدل سبعة وعشر سعر أحرارية وهو غني بالفولات التي تتحول في الجسم إلى حمض الفوليك عند اختيار ثماره احرص على انتقال حبة ناطجة والمتماسكة الملسائة ذات اللون الأحمر الداكن النظرة والخالية من البقعة شراء جذور الشماندر متوسطة الحجم مع تفادي تلك الكبيرة جدا الاحتفاظ بحباته لمدة أربع إلى خمسة أيام طازجة تتعدد فوض الشماندر الطبية ولعل أبرزها الوقاية من نزلة البرد وعلاج احتقون الحلق والجيو والأنفية تطهير الجسم وتنظيفه من السموم حماية الجنين من التشوهات الوقاية من فقر الدم في أثناء الحمل خفض نسبة الكور السرول الضار في الدم مدى الجسم بالطاقة تجنب نوبات الارتفاع والانخفاض المفاجئ لسكر الدم ما يجعله مفيدا لمرضى السكرية دروسات علمية على الشماندر تؤكد الدروسات الصادرة من وزارة الزروع الأمريكية على أهمية تناول النساء في سن الإنجاب وأثناء الحملة 400 ميكوغروم من حمض الفوليك كمكمل غذائية بالإضافة إلى ميكوغروم من مادة الفولات التي تحتوي عليها بعض الأغذية الغنية بهذه المادة كورق الشماندر والسبانخ والملفوف والبروكلي والهليون والقمح لحماية الحامل من فقر الدم وبالتالي الجنين من التشوهات من جهة أخرى يؤكد لطباع الأنجذور ثلاثة متوسطة من الشماندر تمد الجسم من نصف احتياجاته من مادة الفولات الهم للمصابين بفقر الدم والنساء في المراحلة الأولى من الحملة ومن تعطينا أقراص منع الحملة وصفة طبية من الشماندر لتنظيم أفرز الهرومينات في أثنين قطوع التمث وتنشيط وظائف الكابد وعلاج الإمساك ينصح بتناول الشماندر مع الجزر سويا قبل مزاولة التمنين الرياضية ينصح بتناول كوكتيل الجزر والشماندر قبل ساعة فهو مصدر سريع لإنتاج الطاقة والتغلب على عرض الوهن العضلية لتجنب الخلايا وعلاج فقر الدم ينصح بتناول كوب من عصير الشماندر البالد مع قليل من الليمون الحمض في الصباح قبل الفطور لينقص الوزن وتنظيف الكبد وخفض الكوري السرولة الدور ينصح بتناول كوكتيل الشماندر والكرفس من ضمن حمية غذائية متابعين الكرام إذن لموضوع فوض الشماندر على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله